دعا محافظ البنك المركزي السابق حافظ فاخر معياد رئيس فريق خبراء الأمم المتحدة الخاص باليمن داكشيني روانثيكا إلى تكليف فريق متخصص من لجنة العقوبات الدولية لمراجعة أعماله أثناء رئاسته اللجنة الاقتصادية ونشر النتائج للرأي العام وقال معياد أن مطالبته بتشكيل لجنة لمراجعة عمله تأتي ردا على ما تنشره بعض وسائل الإعلام من افتراءات وأكاذيب ومعلومات مضللة ضده ومن أجل وقف العابة الحاصل اليوم باقتصاد اليمن وبمعيشة المواطنين حسب قوله ودعا محافظ البنك المركزي السابق لجنة الخبراء إلى إطلاع الرأي العام الداخلي والخارجي على حقيقة ما يحدث ونشر نتائج التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يتلاعب ويعبث بالاقتصاد اليمني وبحسب الصلاحيات والمهام المخولة لفريق الخبراء وأفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن اشتركوا في القناة